الصوم الصوم للنفس ثبات الصوم الصوم يطرد الشهوات الصوم الصوم يغفر الزلات ويخلص من كان تعبا الصوم الصوم يمحي الخاطئة ويزيل الأفكار الشيطانية لنصوم يا إخوة بطهارة ونيا صوما ناقيا نروحاني صوموا صوما طهيرا بخشوع كما قد صام الرب يسوع بقلب زلل مع كثرة دموع لتنالوا قوة وإيمان الله المتحن الرحمن الذي لا يشاء لك إنسان كلم يونان قائلا إعلان امضي إلى أنينا ويا إنسان أما النبيونا فكان قد مضى إلى ترشيش هربان من وجه الله القوي الدايان فواجهت سافينا يا إخوان بالنوم فاكار يونان ورواح في جوف السفين الطاجع وارتاح وما الرب إله الأرواح سلط ريحان جاء بالعايا تشاوروا كل النوتية أن يرمو ما في السفينة بالكلية والرياح كانت قوية هجمت عليهم بالعاني ثم أن الريس نهدوا قام ويقضيوننا من المنام قال له قم لماذا تنام إن هدوا لا تكن كسلا جاهد يا أيها الإنسان واطلوب من إلهك الغفران حتى يهدي عنا الهياجان لنصير في راحا واطمئنا حين إذ خافوا الملاحون وتشاوروا جميع الحاضرون أن يلقوا قرع ويعرفون فصابت يونان بالمعاني خرجت القرعة عليه بأمر الرب ساكن فيه فجاءوا الرجال وطلبوا إليه اخبرنا بالأمر اللي كان دهشا يونان حين سمع الكلمات وقال لهم قولا بثبات أنا هارب من إله السموات والأرض وكل الأكوان ذنبا فعلت أيها الحضار أمام الفالق القبار فقالوا له وماذا تختار وكيف العمل فيك يا إنسان رد عليه من بالمختار بقلبي حزين بقلبي حزين مملؤ ضرار خذوني وارموني في التيار بقلبي حزين والبحر يعود ليصلتاني زعقوا الجاني عبيبك وحزان بقلبي حزين وقالوا يا ربي يا حنان لا تهلكنا بسبب هذا الإنسان اغفر لنا يا رب يا رحمن سمعوا كلام النبي الكريم وراموا في وسط البحر العام حزين فأعد له الرب حوتا عظيم فبلغ غيونا وصار هربا شهدوا جميع النوتية الأرياح العظيم القاوية هديئات وبقيات مخفية والأمواق صارت تحتاني صار الجميع متحيرين من هذا المنظر يا حاضرين وقروا بأنهم مؤمنين بسم رب الفوقاني داقت نفسه في بطن الحوت وصلى رب الصباوت وقال صارخت إلك يا من لا يهوت اسمعني أنا الغفلان طلبت طلبتك من عمق الأبحار خلصني يا رب يا غفار من جوف اللغة مع التيار لأنك رؤوف لا تنساني ظهر لي لأنك قادر وليس عندك أمر عصير لأني مترقئا أصير وانظر هيك القدس التاني بصوم ارتفع غضب الديان عن مدينة نينة وفي ذلك الزمان حن صامر رضع من الولدان ويتابوا بك رازة يونان